السلام عليكم أنا محمد غنايم أخبرك شيئا جميلا أنت شخص مميز صدقا لأنك تشاهد مقطع عن النوم وقل من يهتمون لمثل هكذا موضوع في حياتهم أحمد مثلا أخبرني لماذا تدام كثيرا وإني لأهوى النوم في غيري حينه لعل لقاء في المنام يكون بغض النظر عن سعيدة تعيسة الحظ هذه دعني أخبرك بداية كيف يكون النوم عندما ينام الإنسان يمر بأربعة مراحل أول مرحلتان يسميان النوم الخفيف من اسمهما لايت ثم إذا انتقلت إلى المرحلة الثالثة والرابعة يبدأ النوم العميق في هذه المرحلة من النوم تبدأ الأحلام ويبدأ شيء يسمى حركة العين السريعة يعني لو نظرت إلى عين شخص نائم في المرحلة الرابعة لا تعتقد أن به جندي هو فقط نائم في المرحلة الرابعة هذه مراحل النوم من ناحية فيزيائية أما من ناحية كيميائية قبل النوم تنخفض درجة حرارة الجسم يرتفع مستوى هرمون الأدونزين والميلاتونين وهذا يساعد على النعاس وينخفض مستوى هرمون الكورتزول والدوبامين وهذا يقلل التوتر الأمر بسيط جدا وكل هذه الأمور ينظمها الجسم من خلال ما يسمى بأساعة البيولوجية ولكن أيها الجميل أنت عندما تطفئ المنبه وتعود للنوم صباحا ما تفعله بالضبط هو أنك تعطل الساعة البيولوجية تخل في هرمونات جسدك بل وتجعل دورة النوم الخاصة بك تسير بالعكس لذلك تستيقظ متعبا ناعسا كل يوم فلا تغفو بعد الاستيقاظ أعلى فلا تغفو بعد الاستيقاظ أعلى قد تقول أن أعشق العشر دقائق التي أغفوها بعد المنبه يا صاحبي هذه العشر دقائق هي سبب كبير للجلطة القلبية في دراسة في جامعة هارفورد جاء فيها أن الأشخاص الذين يكسرون دورة النوم الخاصة بهم بشكل متكررهم أكثر عرضة للتعرض لأمراضي القلب بنسبة 37% لأن الجسم يحب أن يكون على روتين معين بخصوص النوم لذلك يجب أن تستيقظ كل يوم في نفس الوقت كل صباح وتنام في نفس الوقت كل مساء حتى في أيام العطب والأهم أن تترك استخدام المنبه حتى أنه يوجد مثل أجنبي يقول إذا غفوت تخسر إضافة إلى أنك إذا استيقظت وأنت ناعس قاوم إغراءات الغفو واستيقظ من أول مرة سامعي أحمد يا جماعة الخير أريد أن أخبركم بشيء هناك أمر غريب يحصل معي لي فترة أطبط أطبط المنبه ولكن أستيقظ وأجده مغلقا كأن هناك جني في البيت غريب كيف لا أسمع عندما يرن ملخص ما قلناه لا تغفو بعد أن تستيقظ أرجوك طيب لو افترضنا أنك لا تملك الوقت الكافي لتعد النومك ماذا نفعل الآن برأيك حتى نتخلص من شعور التعب الحالي لحين تعديل الساعة البيولوجية هنا في هذه الحالة يجب أن تغفو أو ما يسمى بالقيلولة الأمر بسيط إذا شعرت بالتعب اجلس على طاولة أو على كرسي المهم لا تستلقي على شيء مريح جدا مثل السرير وحاول النوم لمدة 20 إلى 30 دقيقة فقط لماذا؟ ببساطة حتى تبقى في مرحلة النوم الأولى والثانية إذا نومت مدة أطول تغطس في النوم العميق فالدراسات تشير إلى أن القيلولة تساعد في تقوية الذاكر وتجعل الدماغ أسرع في معالجة المعلومات التي تعلمتها لذلك أثناء الدراسة إذا شعرت بالتعب لا تستمر في الدراسة فقط اغفي نصف ساعة على الطاولة في القيلولة تزيد الإنتاجية والوظيفة المعرفية وتعزز الإبداع والأهم تقلل من التعب مثلا في اليابان يوجد أماكن ومحلات مخصصة للقيلولة تدخل في كابسولة هناك وتغفي هذا الكرسي تستخدمه جوجل لأكثر من 75 ألف موظف لديها بالمناسبة في بعض الشركات يسمحوا للموظفين بالنوم لمدة نصف ساعة خلال ساعات العمل ليزيدوا إنتاجيتهم تخيل في باحث أعجبني صراحة قام به المركز الطبي في جامعة ستانفورد على أطباء الطوارئ اختار الباحثون 49 طبيبا وطلبوا منهم أن يقوموا بمهامهم في غرفة الطوارئ خلال نوبة ليلية مدتها 12 ساعة وقسم الباحثون الأطباء إلى قسمين قسم استمر في مناوبته بشكل متواصل والقسم الآخر سمحوا له باستراحة نوم مدتها 40 دقيقة بعد 6 ساعات من عمله ثم جلبوا الأطباء بعد المناوبة وطرحوا عليهم اختبار القدرات الطبية والمزاجية من خلال اختبار صممته ناسا للحالة المزاجية مثل الغضب والتشوش والتعب إلى آخره وعند مقارنة نتائج الفريقين حقق الفريق الذي حصل على قصة النوم خلال فترة العمل درجات أعلى في القوة والأداء بل جعلهم ذلك أكثر لطفا في تعاملاتهم مع المرضى يا لأيت لو المستشفيات العربية تأخذ مثل تلك الدراسات وتتبناها على الأطباء لدينا أعرف في بعض المستشفيات يمنعك طبيب أو ممرض أن تبتعد عن كاميرا المراقبة الموجودة في القسم أكثر من 10 دقائق وإلا يعتبرونك قد ذهبت ونمت في مكان ما في المستشفى هنا نوجه تحية لحمزة بين قوسين حمزة بن عمي وهو يعمل ممرض ما رأيك يا أحمد أن تلخص كل ما قلناه للآن لا تغفو بعد أن تستيقظ ونم في وقت محدد واستيقظ في وقت محدد كل يوم حتى تضبط الساعة البيولوجية أبدا لا تستخدم منبه وإذا شعرت بالتعب في يومك فلا بأس بغفوة ولكن لا تزيد عن 30 دقيقة النوم حبتي في الله هو معجزة من الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فطله ومن آياته يعني معجزاته أن تنام في الليل والنهار هذه معجزة فيجب أن تعطي هذه المعجزة حقا لأن هناك أناس كثر ابتلاهم الله عز وجل بالأرق فتشير إحصائيات اليوم العالمي للنوم أن 45% من الناس يعانون من نقص في النوم حول العالم و30% ينامون بشكل مفرد جدا و25% ينامون بشكل جيد أنت من أي فئة؟ في مجلة سليب أجري الدراسة طبقت على أكثر من 9 ملايين أمريكية أي ما يعادل سكان مدينة نيويورك أفادت أن الناس في الولايات المتحدة الأمريكية ينامون بدرجة أقل بكثير مقارنة بعام 2013 يعني الناس هذه الأيام لم دعوا التشبع من النوم وهذا حسب باحثين يعود إلى عدة عوامل منها الحالة الاجتماعية العمالة الداخل نمط الحياة إلى آخره تخيل يا محمد شخص لم ينم يطلقك ما أقصى شيء يحدث له يموت؟ يعني ممكن في عام 1945 قام عالم روسي اسمه كاري بورنير بإجراء تجربة على أضرار الحرمان من النوم تجربة صراحة غير إنسانية لا أتمناها لا للإنسان ولا للحيوان أحضر ثلاث من مجرمي الحرب وقام باحتجازهم في غرفة مغلقة لمدة ثلاثين يوم ولم يسمح لهم بالنوم إطلاقا من خلال تعريضهم بشكل مباشر ومستمر لغاز يحرمهم من النوم كانت التجربة من المخطط أن تستمر لمدة شهر وبالتالي معرفة أثر قلة النوم على الإنسان في بداية اليوم الرابع بدأت الهلاوز تلاحقهم جميعا ووصولا لليوم الثاني عشر قام أحدهم بالصراخ المستمر لمدة 12 ساعة دون توقف تخيل أما في اليوم الخامس عشر قام أحدهم بتغطية النافذة الزجاجية بأوراق الصحف فقام العالم بين قوسين حينها بإيقاف التجربة ليجدوا بعد ذلك أن الثلاثة فقدوا الإدراك تماما وقام أحدهم باقتلاع أحشائه حتى الموت والآخر رفض العلاج ومات أيضا والأخير بقي يعاني من الهلاوز واغتلع عينيه وأذى نفسه حتى الموت فعندما تقرر أن تنام اليوم أنصحك بما يلي أيها الجميل خفف إنارة الغرفة وابعد إنارة الأجهزة الإلكترونية عنك حاول النوم في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج لا تتصفح الإنترنت أيضا وأنت على السرير قبل أن تدرأسك على الوسادة أكتب كل المهام المترتبة عليك في الغد حتى لا تفكر في أي شيء يغلقك عندما تنام وأخيرا اقرأ شيء من القرآن الكريم حتى يحفظك الله عز وجل في نومك ثم لم قرير العين الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كان ينهى عن السهر بعد العشاء وكان صلى الله عليه وسلم ينهى أيضا عن النوم بين المغرب والعشاء لضيق الوقت حتى لا تفوت الصلاة هذه من سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في النهاية شريكني برائك في مكان التعليقات وإذا أعجبكم المقطع لا تنسى الإعجاب به وأشكر أحمد على مشاركته ودومتم في أمان الله شكرا للمشاهدة